شارون روى 2005 من 2001 إلى 2005 في غزة وانسحب خلوا حتى المستوطنات خلوهم اللي بناهم غدي معناها بالتالي يأس من مواجهة الغزويين ومواجهات الفلسطينيين رغم اللي وقتها وسائلهم كانت وسائل بسيطة راي نحكيه على وسائل بسيطة معناها عمليات استشهادية معناها أسلحة فردية فما بالك اليوم والمقاومة الفلسطينية استطعت وهذاك عليش ربما يا سماح نفهم جيدا الرسالة متع حركة حماس لما اختارت يحيى سنوار لأن اللي أشرف على كل تسليح حركة حماس في الفترة الأخيرة في قطاع غزة هو السنوار إذن فالسنوار هنا هو يقود المعركة الآن السياسية والمعركة العسكرية معا بالتالي هنا وأصبح الخيار العسكري هو الخيار الاستراتيجي لدى حركة حماس أصبح الخيار العسكري والمواجهة مع الكيان الصيوني مواجهة استراتيجية ما عادش مواجهة ظرفية إذن فبالتالي هنا أعتقد أن عملية الفرحين هي صفعة مدوية للآلة الصيونية وانتصار وتؤكد عمقارية المقاومة أيضا واضح وشكرا للكتيبة كتيبة نيسي ديوين نيدر مرزوجي يقول غزة تعلمنا درس في التحذر والعمل والصبر والإنسانية والتحمل والأخلاق والدين وفعلا درس كبير في الإنسانية لغزة وحمس ومقاومة الباس للكل ومقاومة التوق سيد العميد نتنياهو يقول أنهم مستعدون دفاعيا وهجوميا لضرب الأعداء يطالب الإسرائيليين بالصبر والهدوء يقول نتنياهو بأنه قال نحن مستعدون على المستويين الدفاعي والهجومي وهذه تعتبر سابقة سيد العميد اليوم الكيل العدو يتحدث عن الدفاع يسبق الدفاع على الهجوم مش نعطيك الصورة اللي خلت نتنياهو لا ينام البرحة الصورة لا يفهمها إلا العسكري المتمرس البرحة أداه القيادة قيادة المقاومة وهي تحذر العملية الضباط كانوا بزي عسكري وكنتوا أستمعوا إلى التحذير العملية والمخط والخريطة أمامهم وأقسموا أنه ضابط عمليات من طراز عالمي من تكلم البارحة يعني العالم عشان تكلموا تو على مقاومة فيدها سلاح لا 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 نتكلموا على علم عسكري في أعلى مستوى نكون ضابط عمليات وأفهم كل كلمة قالها وهو يخطط العملية يعني مكان الحط وإنفسي ضعم ويوزف الأدوار قتلك أنا أقسمت قتلك يعني ضابط عمليات من أعلى تراز وأنا توها عندي كما صهاينا مش نبلاخر يفهموا من أين أتى سر نجاح سر نجاح أتى من السيطرة على العلم العسكري والعمل به بنسبة 100% ثم قدرة إلهي صحيح ثم انضباط ثم صبر لكن ما سمعته البارح وعددته قنوات عديدة عديد المرات ضابط عمليات متمرس يعني كأنه يقرأ في درس يعني درس يدرس في كيفية التحذير تحذير كمين نحن لما القيادة وطعاية يقوموا بالعملية أميرين ونبسطوا بطريقة مثالية تدرس البارح اللي عمله الضابط وكان يرتدي زيا عسكريا لما حالة مروا شجو لكن دليل من يقوم الآن بإدارة المعركة وقت يقول ثم ألف سنوار وألف ضيف مانيش نرمي في ورود ولا نقول أنا متأكد اللي هو كون ألف سنوار وألف ضيف اللي سمعته يتكلم البارح يستحيل أن يهزم لأنه كان متمرسا يعرف شيقول وقت للضباط المتاع الصهاينا يشوفوا البارح سيدة ذاك ما يجي يومش النوم لا ينامون لأنه الآن عندهم سر النجاح هذا الكل والعملية مسورة خشتن نرجع لنتنياهو نتنياهو اليوم يتكلم لأول مرة من عام 1948 يتكلم عن الدفاع كانوا قبلي لما يجلسوا في مقراتهم وفي حكومتهم يحضرون لضربات خارج إسرائيل اليوم يتكلم عن الدفاع ويتكلم عن المحور الذي أتى لي وساعده ويطمئنه وهو في نبرته وفي صوته وفي وجهه مرعوب حتى وجهه أصبح أبيضا ما عادش فيه دم يعني ظاهر أنه مرعوب مرعوب والآن يتسألون هل ستكون الضربة مزدوجة أم كل واحدة لحدة وهل ستكون في نفس التوقيت أو توقيت يعني الفرضيات السياسية والعسكرية وضعوها ولم يجدوا حلا وبارك الله في من خطط وجعل الزمن يطول لأنه هذا أنا أسميه الزمن القاتل لما تكون تحط في قوى معادية وتحطها في وضع أنها تنتظر في الضربة ولا تعرف من أين ستأتي وكيف ستأتي وما هو حجمها وما هي أهدافها يترك العدو سياسيه وعسكريه في حالة معناها حالة يعني ضغط نفسي رهيب نقعد في العسكريين على خاطر رئيس أركان الجيش العدو هاليفي قال في زيارة لقاعدة جوية على مختلف الأسراب والأنشطة العمليتين للوحدات الجوية للعدو قال لدينا القدرة على شن هجوم سريع على أي مكان في لبنان في كل مكان في غزة في كل مكان في الشرق الأوسط ولأول مرة يذكر الشرق الأوسط منذ طفان الأقصى فوق وتحت الأرض قال نحن على استعداد عالي وعلق على تعيين السنوار زعيمة لحركة حماس هذا الأمر بالنسبة لنا يمثل حافزا إضافيا للعثور عليه قال سنسع جاهدين للعثور عليه ومهاجمته واستبدال رئيس المكتب السياسي لحماس مجددا شفت ما حتم رمزية الساعة شفت ما هناك كيف الغباء السياسي والاستراتيجي أصبح واضحا العياد لماذا ذهب إلى قاعدة جوية لأنه ما بقي له إلا هذا التفوق يعني الحرب التي الآن دفاعيا أو هجوميا لم يبقى في يده إلا سلاح واحد وهو سلاح الجبن سلاح الغدر سلاح الطيران الذي لا احترى الأرض لماذا لم يذهب إلى لواء مشات أو مدرعات الذي فعلا هو اللي يعني نعاودوا راو الأستاذة المستمعين الطيران هو سلاح اسناد للقوات البردية فقط هو سلاح اسناد في الحرب نتكلم أي أو سلاح غارة غارة على مكان معناه بعيد أو سلاح اعتراض طيرات أخرى المقاومة ما عنداش طائرات النفاثة ما عنداش طائرة حربية ماذا تبقى؟ دورهم كان من مفروض أن يكون سناد القوات البردية لكن القوات اليوم اعترفوا أن قواتهم البردية غير قادرة علشان أي حرب لا ضد غزة ولا ضد المقاومة اللبنانية ولا ضد أي طرف آخر هش قلت لك العرب سيندمون هذه كانت فرصة فرصة عجيبة وغريبة للمحقهم محقهم نهائياً لو مع الأسف معناها لما يخذلنا البعض في وقت حساس مثل هذا ولكن رب إن شاء الله أشفيق عليه إن شاء الله من موش على فرصة هذه هنا هو في متابعة لكتيبة ناس الدوان ونعتبر أنه عائلة لكل بلبيبنا بش نترق النقطة أخرى رجعنا نحكي على الطائفية واليوم العركة على العراق وإيران وغيره هل سمعت أوروبي يتكلم على الحرب العالمية الثانية مثلاً أو الحرب العالمية الأولى هل سمعت نهار واحد فيهم يقول ألمانيا وفرنسا ما وتعاركوا وصار فيهم ما صار اليوم هما أكبر زوز حلفاء ألمانيا وفرنسا وكيف ألمانيا تتبعد شوي على فرنسا يصير خلل وقعد ناستخدم بعضه ونتحدث عن اتحاد